لو انت بتابع حسابي على الانستغرام اكيد شفت اني كنت باجازة بتركيا وتحديدا بانطاليا فبهذه الحلقة رح خبركم عن امور مهمة تقنية لازم تعرفوها لو نوين تسافروا لأونيك او لحتى لأي بلد اخر مثلا وسأحكي عن تجربة الشخصية خلال رحلتي لكن من منظور تقنية فخليكم معي لحتى تستفيدوا اول شي سأحكي عن الانترنت وتحديدا عن الاسم اول شغلي قبل مسافر اشتريت الاسم وتليفوني هو بدعم الاسم طبعا لازم يكون تليفوني بدعم الاسم من تطبيق وش المعروف باللبنان وكل العالم تعرفو عندهم بقات كثيرة بالنسبة للاسم وللانترنت تحديدا وانا اخترت باقت العشرين جيجا بايت هيك بتغطيني كل فترة السفر بهذا الخطوة اللي عملتها انا محتاجت انترنت محلي او حتى اشتري بطاقة سم عادية لحتى حطها بالجهاز وايضا مجرد موصولي للمطار كان معي انترنت بلحظة حبوط الطيارة على المدرش صراحة اما بالنسبة للواي فاي تقريبا تسعين بالمية من الاماكن السياحية فيها واي فاي بس انا فضلت استخدم الانترنت الخاص فيه لانه بيكون عادة اسرع وايضا الباقية اللي كانت معي متما خبرتكم بتكفي كل فترة الاجازة والشي الثاني الدفع الالكتروني سواء بالفيزا او الماستر كارت الدفع بالبطاقة بانطالة او بتركيه بشكل عام متاح بحوالي تسعين بالمية من الاماكن سواء كان محلات مطاعم او اماكن سياحية وهيدا الشي عن جدي كتير مريح وما اضطرت احمل الكاش الا بمواقف كتير قليلة رح خبركم هلأ عن تجربة تقنية نوعا ما موجودة بمدينة الوتر بارك اللي اسمها لاند اوف لاجنز هونيك حبيت شغلتان تقنيتان ما رأوا معي خلال تجربتي بانطالة اول شي كان في مكانة خاصة بتحويل اي موبايل لحتى يصير ضد المي تحديدا يعني فعليا ووتر بروف عن تجربة في هونيك مثل اجهزة انت بتدخل او بتدخل جهازك جوا من بعد ما تدخله بكيسي بيطلع لك بالبداية وبتحط هيدا الموبايل بالكيس داخل المكانة وهيدا المكانة بتتولى عزله تماما عن المي وهيك بصير جهازك مية بالمية معزول الشي الثاني هو السوار الخاص بالدخول لهيدا الالعاب وبيشتغل ايضا كمحفظة الكترونية تشحنه من نقاط معينة بمبالغ معينة مصاري طبعا بتدخل فيه عن طريق هيدا النقاط وكل ما بدك تشتري اكل او تشرب او اي شي تشتري بس بتقرب هيدا السوار من جهاز الدفع والمبلغ بينخصم بشكل فوري يعني ما في داعي تحمل معك كاش او تخلي مصريتك بالمحفظة او بالجزدان رابع شي بدي احكي عنه هو الخرائط والمواصلات الخرائط جوجل بشكل عام بان طالع كانت كتير كتير مفيدة بالنسبة للمسافة بين نقطة ونقطة وايضا للمواصلات كانت منقذة لي صراحة تعطيك بالضبط اي خط ترام او اي باص بدك تستخدم وحتى الوقت للوصول وحتى ايضا اذا كان في زحمة بهيدا لترام او لا كمان تطبيق اوبر متوفر بس اذا المسافة اصيرة اوقات ما بتلاقي سائق بسرعة وهيدي عن تجربة فالتاكسي بتكون اسرع صراحة طبعا في تطبيقات طلب سيارات غير اوبر لكن هتكون باللغة التركية والامور صعبة عليك لما بتكون هناك فالافضل يا اما اوبر يا اما تطلب تاكسي من الموجود امامك الشي الخامس هو اللغة او الترجمة كانت جوجل ترانسليت او تطبيق جوجل ترانسليت هو اداة اساسية خصوصا مع الناس اللي ما بتحكي لا عربي ولا انجليزي فانا كنت اكتب او بحكي وهو بترجم للغة التركية والعكس صحيح وهذا الشي وفر وقت وجهد كثير في التعامل مع الاشخاص هونيك بالمختصر انطاليا مدينة مجهزة تقنيا للسيح انترنت دفع الكتروني خرائط ادوات ترجمة وكل شي ممكن يكون شغال عندك هونيك اذا انت بتخطط للسفر فحضر حالك تقنيا قبل الرحلة وهذا الشي رح يسهل الامور عليك وهيخلي تجربتك اسهل وامتع اذا عجبك الفيديو لا تنسى لايك واشتراك تنكمل بنوع هيك مواضيع